سوف يكون صعبا على إدارة بايدن حقيقة داني أكون صادقا سوف يكون صعبا عليها إذا رأت الدول الأخرى الولايات المتحدة ضعيفة إذا لم تظهر قوتها وخصيصا في الشرق الأوسط فأن الدول الأخرى ستقول لا نستطيع الاتكال على الولايات المتحدة وهذه مشكلة كبيرة إذا ذهبت هذه الدول الأخرى إلى أذرع الصين وروسيا هناك إعلان جديد يتعلق بالصين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا قد توصلوا إلى اتفاق أمني جديد والذي سوف يزود أستراليا بغواصات نووية طبعا الصين ليست سعيدة لذلك ولكن هذا يبدو بأن الولايات المتحدة تركز على المواجهة مع روسيا والصين وتقلل تركزها على الشرق الأوسط وهذا ما كنا نتناقش فيه سابقا أحمد وهذا شيء مهم أعتقد بأن البيت الأبيض تحت قيادة بايدن يريد أن يغادر الشرق الأوسط ولكنه يريد أن يبقى في جنوب شرق آسيا وفي أستراليا بداية لا أعتقد بأنه سيكون هناك تواجد أمريكي في العراق وفي سوريا لفترة طويلة ربما يستمر لسنوات قليلة ولكن بالتأكيد فإن نية إدارة بايدن هو سحب القوات من العراق ومن سوريا عندما حصل ذلك في العام 2011 حصل ذلك تحت إدارة أوباما بشكل متسرع ما الذي حصل؟ ظهرت داعش وأتى النظام الإيراني وملأ الفجوة التي تركتها الولايات المتحدة وراءها هذا هو الخوف اليوم في أفغانستان من القاعدة وداعش خرسان هل يمكن أن يظهر أيضا في العراق إذا غادرت؟ وأيضا الخوف الأكبر هو أن يحاول النظام الإيراني أن يحتل العراق إذا غادرت الولايات المتحدة هناك تصاعد لهجمات تنظيم داعش حقيقة تقريبا بشكل يومي نراه في العراق على عدد من المستويات وهناك عدد حقيقة من الخسائر التي تقع البشرية بالنسبة للجيش العراقي وعلى عدد من المستويات للقوات الأمنية ولحد الآن القوات الأمريكية هي قوات قتالية هي لن تتحول إلى قوات تدريبية الأمر سيكون تحت التدريب والاستشارة نهاية هذا العام مع الانسحاب لكل القوات القتالية الأمريكية هل تعتقد أن هذا مؤشر خطير بأن الأمور في تصعيد في الداخل العراقي إذا ما ركزنا على داعش تحديدا؟ نعم رأيت أحمد خلال العام الحالي ضربتين جويتين من الولايات المتحدة ضد المليشيات الشيعية في العراق على الحدود العراقية السورية لم تكن هذه الضربات فعالة من حيث ردع إيران وأذرعها في العراق فإذا لم تظهر الولايات المتحدة قوتها وعنفونها فإن داعش وإيران سوف يستغلون الفرصة داعش والرئيس ترامب إذا منحناه الفضل استطاع أن يقبع خلافة داعش في العراق وفي سوريا سيصب على باب الناس أن يتذكروا ذلك ولكن فلنتذكر بأن داعش قد سيطرت على 58 ألف كيلو متر مربع في سوريا وفي العراق ولكن داعش قد أضعفت بشكل كبير ولكن هل تستطيع أن تعود استعيد قوتها؟ هذا قلق كبير وبالتأكيد أنهم قد تشجعوا لما رأوه في أفغانستان خلال الأسبوع الماضية ترجمة نانسي قنقر